من جديد استهدفت إسرائيل بصواريخها فجر الأحد مناطق ومواقع عسكرية في سوريا المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد استهداف مواقع عسكرية أدى لقوات النظام السوري والميليشيات الموالية لإيران في حمص وزارة دفاع النظام السوري أكدت القصف وقالت إن خمسة جنود أصيبوا بهذا القصف إضافة إلى بعض الخسارة المادية مصادر من أجهزة استخباراتية غربية قالت إن الضربات الصاروخية استهدفت القاعدة الجويات أربع غربي مدينة تدمر ومطار الضبع القريب من مدينة لقصير بالقرب من حدود لبنان حيث يتمركز فيها جنود إيرانيون إلى جانب مقاتلين من ميليشيا إيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني وفقا لوكالة رويترز ويعتبر الهجوم هذا الثالث منذ فجر الخمس الماضي حيث أصيب عسكريان للنظام بقصف إسرائيلي قرب دمشق تلا ذلك أعلان الحرس الثوري الإيراني الجمعة مقتل ميلاد حيدري الضابط في جهاز الاستخبارات التابع للحرس في غارة قرب دمشق وتشنه إسرائيل منذ سنوات غارات وهجمات جوية ضد مواقع النظام وعمليات إيران وميليشياتها لنقل الأسلحة إلى الداخل السوري ويرى خبراء عسكريون أن الهجمات والضربات هي جزء من تصعيد لصراع منخفض الحدة يهدف إلى إبطاء ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا وقد كثفت إسرائيل في الأشهر الماضية ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية ويؤكد الخبراء العسكريون أن ذلك يهدف لتعطيد استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان بما في ذلك ميليشيا حزب الله اللبناني وعلى الرغم من اتساع نطاق الهجمات الإسرائيلية ونوعيتها تستمر لعبة عض الأصابع ويمضي الإيرانيون في مشروعهم وعيونهم على ما هو أبعد من الحدود السورية اشتركوا في القناة